السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم جملة من الأخبار والتصريحات الخطيرة جدا المتعلقة بقضايا مهمة وأشخاص محل جدل يعني في البلاد التونسية بش نرجو نحكيه على آخر التصريحات اللي قدمتهم المحامية الناشطة السياسية الناشطة في المجتمع المدني الأستاذة وفاء الشيبي لحقيقة جمعت كل التصريحات انتحة وكل المواضيع في فيديو واحد بشتتحصلوا على كل الأخبار في نفس الفيديو احكيت على عدد من الأشخاص على عدد من القضايا وعطات آخر المستجدات اللي صايرة فيهم من ناحية القضائية نبدأ بيعني الموضوع المتعلق باتحاد الشغل فجرت قنبلة حقيقية الأستاذة وفاء الشيدلي هي كما قلت ناشطة سياسية ومحامية قالت وجهت دعوة وطالبت وزيرة العدل ليلة جفال باشتفتح تحقيق على خلفية ما قالت هي وما أكدت هي وما أعلنت هي حصول الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نوردينة طابوبي قالت بأنه تحصل على الشيك قيمت 700 ألف دينار من الإمارات 700 مليون من الإمارات وتحكي بكل ثقة وبمعلومات مؤكدة وتطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق في هذا الموضوع وتقول بأنه عندها تقريبا يومين من لي أثارت القضية هذه وعطات الدكلاراسيون هذه متاحة ولكن دون تعليق من اتحاد الشغل دون تعليق من نوردينة طابوبي قالت ما علقش على هذا الموضوع وتقول اللي هي متأكدة من معلوماتها الأستاذة وفاشيد اللي تقول في تصريحات لي جوها الأفان أنه طابوبي يعني مع اللقش على التصريحات هذه نظرا لتأكده من صحتها حسب تعبيرها وتقول هي حقيقة وليس نسجا من الخيال كما تقول وتطالب وزيرة العدل بيش تكشف عن مآل هذا الملف الخطير المتمثل في تلقي أمين عام منظمة منظمة الشغل مبلغ ضخم من جهة خارجية وسميتها قالت اللي هي الإمارات نحكي على شخصية أخرى تثير الجدل بشكل كبير أيضا النشطة السياسية والمحامية الأستاذة وفاء الشيدلي تقول بأنه أربعة ملفات جديدة شدت الرحال من وزارة الشباب والرياضة إلى النيابة العمومية ضد شكون ضد رئيس جامعة كرة القدم وديع الجري الإسم الذي يثير جدل كبير في الساحة الرياضية خاصة في تونس وتقول فما أربعة ملفات شدت الرحال من وزارة الشباب إلى النيابة العمومية شنو التهمة متاعه ولا شنو القضية شنو هذه بيش تتعلق بالضبط تتعلق بشبهة التورط في الاستيلاء على أموال حسب تعبيرها الشيدلي تقول بأنه رهي ما تتكلم كان ما تكون واثقة من معلوماتها وتعرف إش تحكي وتعرف إش تكون أولا تكوينها ناشطح في المجتمع المدني والسياسي وتكوينها الأسيسي المحامية وكل محامي يعرف قيمة الكلم وكل كلمة يحطها في إبلاصتها تقول الأستاذ الشيدلي بأنه حاكم التحقيق بالقطب القضائي والمالي أدرج وديع الجري بالتفتيش معلومة صادمة بأتم معنى الكلمة وتقول بأنه متعرش هل تم إبلغ الفرقة الأمنية المعنية بالقرار هذا أم لا ولكن قد تحقيق أصدر بطاقة التفتيش تقول بأنه وزيرة العدل أصدت تعليماتها المباشرة بإخراج الملفات اللي كانت تنام داخل هذا القطب تيلة سنوات تتفكروا الرئيس الجمهورية قد ديش ركز قد ديش استدعى وزيرة العدل وقال على الملفات اللي تقعد معناهم خب يوم والقضايا اللي تقعد في اللقجرة وغيرها الحب نشيري لكم الحاجة أخرى مهمة اللي هي العركة اللي صارت بين وزير الشباب والرياضة وبين وديع الجري الحقيقة وحقيقة أنا ما نفهمش برشا في الكورة أما جسد تبعت شوية تبعت شوية اللي فهمتوا أنه فما صراع بين وزير وبين وديع الجري والفيفا دخلت وزا ما بشيخوا إيش رأي ضدنا ومهدين وكل شي كين تفهموا في الكورة رككم أكيد تعرفوا الحكاية ذي وحطونا في التعليقات ما سيش خلينا نشوفوا رأيكم في الموضوع هذي به دونك هذا فيما يتعلق بوديع الجري نحكيه على ملف آخر ومهم أيضا في تصريحات للأستاذة وفاء الشيدلي تقول بأنه ملفات من الحجم الثقيل ستفتح قريبا بأمر من وزيرة العدل بعد سنوات من بقائها في رفوف القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هذه المرة مش المالي والقضاء والاقتصاد لا القطب متاع مكافحة الإرهاب وقضايا من الحجم الثقيل تقول أنه من بين الملفات اللي بشي تم فتحها في الفترة القادمة بجدية هذه المرة ملفات الجهاز السري الاغتيالات وشبكات التسفير أو تعرفوا أنه كيف تفتحت ملف التسفير ومشيوا بيبحثوا وروحوا معناها صار فما غضب واحتقان في الشارع شنوه هذا شنوه اللي صار ملأة تصريحات الرئيسوين معناها وليت مسألة مهمة يا القضاء يا تتحرك القضية بالفعل وتكشف الحقيقة يا يزي من التصريحات اللي كيمهاك دونك معناها قرارات قضائية تاريخية وقضايا تاريخية من الحجم الثقيل ستفتح على أمل أنه يتم الفصل فيها بكل عدالة وبكل نزاهة وبقضاء كيف يقول يعني محاكمة تعادلة لانتقام ولا تشفي ولا حد شيء نحب ونعرف حقيقة هذه الملفات بكل الحقائق متاح تقول لشيدلي بأنه حكم التحقيق حكام التحقيق معناها زوز حكام التحقيق تم تكليفهم بملف الجهز السري تلقى يا تهديدات وطالب توزيلات العدل بتقديم توضيحات على المسألة هذه وتقول لشيدلي حسب ما تناهى إلى مسامعي أنه قيادات بحركة النهضة شخصيا هددت حكام التحقيق بالتصفية حسب تعبيرها حرفيا وتطالب وزير الداخلية بتوفير حماية أمنية لهم لزوز حكام تحقيق هذوم القضية اللي أشرت لها الأخرى قضية المتعلقة بالمدير السابق لديوان رئيس الجمهورية نادية عكيشة تقول وقع إحالة مديرة ديوان رئيس السابق نادية عكيشة على أنظار الدائرة الجناحية بتونس على خلفية نشر أخبار زائفة والتسريبات الصوتية اللي تم نشر على مواقع التواصل الاجتماع وهي نشرت معناها تسريبات من أخطر ما يكون وتجوزت الحدود متاحة ومش حتى كيكة فما تهكم وفما سب وفما ثلب وفما شتم وفما تعدي على المعطيات الخاصة وفما معناها متهمينها بأخبار زائفة تتفكروا شنو أحكيت على الرئيس وأصلا وصلت حتى إلى المس من الأعراض ومن الحرومات في شخص رئيس الدولة اللي هو عنده رمزية كبيرة في الدولة التونسية تحركت القضية ضدها وتم إحالة على أنظار الدائرة الجناحية على خلفية نشر أخبار زائفة والتسريبات الصوتية وانذكركم بالمرسوم 54 في هذا الخصوص يعاقب بالسجن عشر سنوات ومئة مليون لكل من ينشر أخبار زائفة وفي شخصيات يعني مثل موظفين في الدولة أو هكذا شيء بهشدلي تقول بأنه القرار جاي بعد إجراء الأبحاث اللازمة والمطالبة بمحاسبة نادي عكيشة قطر الشعب زاد وقتها طالب بمحاسبتها على الأخر وتقول اللي هي متأكدة من الأخبار هذية وأخبار هديمة من مصادر موثوقة على حد تعبيرها